مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص لأحوال الجوية المتوقعة نتوقع أن يطرأ انخفاض تدريجي على درجات الحرارة اعتباراً يوم الخميس لتعود تدريجياً إلى حول معدلاتها اعتباراً من يوم الجمعة والأيام التي تلي يوم الجمعة وتصبح الأجواء أثناء الليل لطيفة ومنعشة اعتباراً من يوم الجمعة وأيضاً الليالي التي تلي ليلة الجمعة على السبت وليلة السبت على الأحد والأحد على الاثنين بإذن الله أعزائي المشاهدين فاصل ونواصل وشركاء للتطوير العقاري مشاهدين أهلا وسهلاً بكم مرة أخرى على القراءة التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن هذا اللون الأحمر يمثل كتلة هوائية ذات درجات حرارة أبرد ورطوبة أعلى هذه الكتلة الهوائية اللي درجات حرارة أبرد تتقدم باتجاه المملكة عبر شرق البحر المتوسط باتجاه المملكة تؤدي إلى حدوث انخفاض تدريجي على درجات الحرارة هذا الانخفاض يكون واضحاً يومي الجمعة والسبب بإذن الله وبالتالي فإن الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة أجواء معتدلة تقريباً درجات الحرارة أو درجة الحرارة الصغرى المتوقعة 20 درجة مئوية لكن الرطوبة مرتفعة نسبياً حوالي 85% أما الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة يوم الخميس انخفاض بداية لانخفاض تدريجي على درجات الحرارة لكن يوم الخميس تبقى أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة ما بين درجة إلى ثلاث درجات العظمى المتوقعة بحدود 33-34 والصغرى بحدود 20 درجة مئوية لكن أيام الجمعة والسبب انخفاض واضح على درجات الحرارة تعود درجات الحرارة إلى حول معدلاتها بحيث تكون الأجواء أيام الجمعة والسبب والأحد والاثنين أجواء صيفية عادية نهاراً أجواء صيفية لطيفة أثناء الليل بتوصل العظمى يوم الجمعة والسبب بحدود 30-31 لكن الصغرى بحدود 19-20 درجة مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة في المحافظات نبدأ في المناطق الشمالية نلاحظ في الإربد بتكون العظمى بحدود 34 والصغرى 23 عجلون 34-20 جرش 37-21 درجة مئوية والمفرق 35-19 درجة مئوية أما المنطقة الوسطى الصل 33-19 مأدب 31-20 أما 33-34-20 البحر الميت أجواء حارة الى 28 والزرقى 37-21 درجة مئوية المنطقة الجنوبية الكارك 23-33 إلى 20 والطفيلة 33 إلى 21 الشوبك 32 إلى 20 ومعان أجواء حارة 40 إلى 25 والعقبي أجواء حارة 41 إلى 27 درجة مئوية أما المنطقة الشرقية من المملكة أجواء حارة أيضا تنشط الرياح الشمالية الغربية وتكون مثيرة الغبار والأترب في هذه الأماكن الأزرق 41-21 الصفاو 42-21 والرويشد 43 إلى 23 درجة مئوية إذن مشاهدينا بداية الانخفاض التدريجي واعتبارا يوم الجمعة وبداية الأسبوع القادم تعود درجات الحرارة إلى حول معدلاتها بإذن الله وتعود الأجواء صيفية عادية صيفية معتدلة في النهار إلى صيفية لطيفة ليلا مشاهدينا شكرا للمتابعة نترككم في أمان الله النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة